قياس الماس بوحدة غرام الوحدة الأساسية الستاندرد لقياس الماس هي الكيلوغرام الوحدات المستخدمة في النظام البريطاني على سبيل المثال لقياس الكتلة هي السلق وحدة اسمها سلق طبعا التحويل بينهم الواحد كيلوغرام بيساوي ألف غرام طيب إذا النغرام كم رح يكون يا شباب اللي جرام رح يكون واحد كيلوغرام على ألف واحد كيلوغرام مقصوم على ألف يعني هي نفسها واحد بالألف كيلوغرام طب إيش علاقة الستلق في هذول التنتين الستلق على سبيل المثال من الوحدات اللي مش كثير مشهورة قيمتها سلق 14 الواحد سلق بيساوي 14.59 كيلوغرام هذا هو التحويل بينهم طب لو أجانا مثالي الآن المثال بيحكي لنا إنه في عندي دينسيتي دينسيتي الكثافة لمادة ما بتساوي على سبيل المثال ألف ومئتين كيلوغرام دي كل متر مكعب المطلوب إنه إحنا نعبر عن هاي الدينسيتي بوحدة سلق لكل فوت مكعب عسى بل المثال نحول وحدات لوحدات أخرى الدينسيتي الآن الدينسيتي يرمز لها بالرمز رو هيك الدينسيتي فبنحكي رو بتساوي ألف ومئتين وبقطب الوحدات المطاف في السؤال كما هي كيلوغرام بكل متر مكعب ويساوي ألف ومئتين زي ما هي بتضل لكن ببدأ أحول الوحدات للوحدات الأخرى الكيلوغرام إيش بدأو أحط بدالها سلق ديها تصير سلق الآن كل إيش الوحدة الموجود عندي في السؤال يا شباب الموجود عندنا هو كيلوغرام فأنا بدي أكتب الكيلوغرام بدلالة السلق إيش بيساوي السلق هو 14.59 كيلوغرام إذن كيلوغرام نفسه شو رح يكون رح يكون سلق مقسوم على هذا المقدار حتى نخلي الكيلوغرام لوحدة بقسم على المعامل رح يطلع معاي سلق على 14.59 إذن مكان كيلوغرام شو بعوض بعوض سلق على 14.59 تمام هيك خلصنا من الكيلوغرام مباشرة معاي سلق هون هلا منيجعل متر المكعب المتر المكعب أصل وين مكان موجوده هو موجود في المقام خلينا نرتبها ناخدهم حبة حبة الروب تساوي 1200 تقسيم 14.59 اللي هي في المقام سلق صارت هيك جاهزة وفي عندي في المقام الآن ايش متر تكعيب هلا بنا نحول المتر لإيش لفوت لقدم فبراح أدور على العلاقة بين المتر وبين القدم العلاقة بينهم كانت كالتالي كل واحد فوت بساوي 0.3048 متر الفوت هيك بساوي طيب الموجود عندنا معطى معنا المتر ولا معطى فوت لو معطى فوت بعوض قيمته لو بدي حوله للمتر بس أنا عندي متر فلازم أكون عارف المتر ايش بساوي أنا عندي الفوت ايش بساوي الفوت يساوي طيب المتر نفسه لوحده بدون الرقم اللي هون المتر كم بساوي فرح نضطر نكتبها انه المتر هون بساوي بقسم على معامل المتر حتى أصل على قيمة المتر نفسه هي واحد فوت مقسوم على 0.3048 هاي علاقة المتر بالفوت المتر هو فوت على هذا المقدار مش الفوت هو هذا الرقم ضرب متر طيب المتر هو الفوت مقسوم على هذا الرقم الآن هاي أنا عندي متر هون فبعوض قيمة المتر فوت على هذا الرقم فرح يصفي عنا 1200 مقسوم على 14.59 سلق هاي صارت جاهزة ما فيها مشاكل مقسوم على الآن مكان المتر الواحد اللي هو أصلا عليه إشارة تكعيب رح عوض هذا المقدار رح عوض فوت مقسوم على 3048 والكل عليه تكعيب وزي ما احنا عارفين مقام المقام هذا هو المقام ومقامه وين رح ينتقل رح ينتقل للبسط فرح يصير عنا الناتج كالتالي رو تساوي 1200 على 14.59 مقام المقام رح يروح على البسط رح نحصل هون على 0.3048 لكن كلها إيش كلها تكعيب شو رح يضل عنا slug food تكعيب فحصلنا الآن على الوحدة المطلوبة slug لكل food تكعيب لكن الرقم بطل 1200 صار مضروب بهاي الأشياء لو حسبناها رح يطلع الجواب كالتالي 1200 ضرب 0.3048 تكعيب مقسوم كله على 14.59 فالجواب هو 2.3 الآن 3 2 وجمبها 9 أنا بدأ أخذ خانتين بعد الفاصلة فشو بنعمل بقرب الرقم اللي بعد اللي هو الخانة التانية أنا بديها الرقم اللي جمبه إذا كان 5 أكبر مباشرة بقرب عليها إذا أقل من 5 بقرب فالآن أنا عندي هون 9 بصير لتنين قيمتها 3 بصير 2.3 3 slug لكل food cube لكل قدم مكعب هيك يا شباب موضوع التحويل بين الوحدات الأساسيات زي ما شفنا length الطول والtime والmass الآن في أشياء أخرى ممكن هيك نستعرضها بشكل سريع مثلا قبل لنروح لأشياء التانية نفس السؤال هذا نفس السؤال لأنه أيضا مهم موضوع التحويل الكيلو جرام لكل متر تكيب نحوله لسانتي متر جرام لكل سانتي متر تكيب فكيف طررت التحويل بينهم رح تكون رح تكون كالتالي لو حبينا نحول من كيلو جرام لكل متر تكيب لو كان المطلوب هو الدنسيتي نفسها بس بوحدة إيش جرام لكل سانتي متر تكيب كيف التحويل رح يكون فمنحكي 1200 ضرب لأن الكيلو جرام كم جرام شفناها هون كل كيلو جرام هو ألف جرام ألف مباشرة وأنا عندي هون كيلو فبتعوض مكان الكيلو الكيلو هو ألف جرام بضربها في ألف فصار عندي جرام مباشرة اللي أنا بديها في البسط مقسوم على أنا كان عندي هون متر تكيب بدي أشوف علاقة المتر بالسانتي متر نحن بنعرف أنه كل واحد متر السانتي متر هو واحد بالمية متر طب المتر إيش رح يكون المتر لو بدنا رح يكون واحد سانتي متر مقسوم على واحد بالمية رح يطلع الجواب مية المتر هو وهذا شيء بديهي معروف أنه المتر هو مئة سانتي متر السانتي متر هو الجزء صغير ومية قطعة منه بشكل متر كامل فكل متر هو مئة سانتي متر إذن علاقة المتر بالسانتي متر هي أني أضرب بمية أنا عندي هون متر فبدأ أضرب بمية فرح تصير إيش مية سانتي متر هذا هو المتر مية سانتي متر وعليها إشارة تكييب الآن بكعب بالناتج فرح يصفي عندي ألف ومتين ضرب ألف الكل مقصوم على مية تكييب اللي هي مليون ست أصفر عشر أو ستة سانتي متر تكييب أنا بديها تطلع سانتي متر تكييب أصلا وفوق في عندنا جرام الآن الست أصفر هاي كلها بتروح مع خمس أصفر الموجودين فوق وبالتنين بنحركها بيطلع الجواب 1.2 جرام لكل سانتي متر تكييب إذن كأنه من كيلو جرام لكل متر مكعب عشان تصيري جرام لكل سانتي متر مكعب كان يبدأ قسم الرقم مباشر على ألف بدي أقسم إن ضربت هنا بألف وقسمت على مليون فبتروح الألف مع الألف بصفر ثلث صفار فهي كأنه قاسم الألف ومتين على ألف اللي هي 1.2 هيك طريقة التحويل والعكس لو كانت الدنسيتي الكثافة لأنها جرام لكل سانتي متر مكعب بديها تصير كيلو جرام لكل متر مكعب كأن يبدأ أضربها الناتج بألف ونقدر نثبتها بالطريقة اللي احنا عملناها هون إذن شباب هاي هي طريقة التحويل في الوحدات لبعضها من الوحدات اللي أيضا ممكن نتعرض لها بدراسة مادة الفيزياء الطبية اللي هي البرشر الضغط البرشر وحدة قياسه الأساسية هي نيوتن لكل متر تربيع اللي هي بتتسمى فعليا إيش؟ بتتسمى باسكال رموزولها بالرمز بي اي لكن هناك وحدات أخرى لقياس الضغط منها إشي اسمه أتموسفيريكي برشر يرمزوها بالرمز اي تي ام الأتموسفيريك برشر يعني الضغط الجوي بيساوي واحد بوينت زير وواحد ثري ضرب عشرة أوس خمسة يعني مئة ألف باسكال فلو كان عندي مثلا الضغط في منطقة ما بيساوي واحد ونو أو اتنين بوينت ايت اي تي ام كم رح يكون بالوحدة الأساسية اللي هي باسكال فمنحكي اتنين بوينت تمانية كلمة اي تي ام هاي بشيلها وشو بحط مكانها بحط مكانها قيمتها بدلالة الباسكال يعني بصير اتنين بوينت ايت مضروبة في واحد بوينت صفر واحد ثري في عشرة أوس خمسة وهيك صارت ايش الوحدة اللي هون صارت باسكال لأن الأرقام بضروها ببعضها كثير ترى الات ام بيقربوها لواحد في عشرة أوس خمسة بيختصروا الرقم اللي هون فتنين بوينت تمانية ضرب واحد بوينت صفر واحد ثلاث في عشرة أوس خمسة ضرب عشرة أوس خمسة الجواب هو اتنين تمانية ثلاث ستة أربعة صفر باسكال لو كتبناها بذلات الأسس رح يطلع الجواب معنا اتنين بوينت تمانية ثلاث طبعا منقرب الستة على الثلاث بيصير أربعة بدل ثلاث ضرب عشرة أوس خمسة باسكال تمام إذن هيك بنحسب الضغط من وحدات الضغط الأخرى وحدة اسمها البار حيث أن كل واحد بار هو عشرة أوس خمسة باسكال كل واحد بار هو عشرة أوس خمسة باسكال يعني إذا بنطلع كويس رح نلاقي أنه عشرة أوس خمسة باسكال هاي اللي هون هي البار ولذلك بقدر واحد يحكي أنه الاتم كم بتساوي بالبار خلنشوف الواحد اي تي ام هو واحد بوينت سفر ترتاش ضرب عشرة أوس خمسة باسكال هاي عشرة أوس خمسة باسكال هي قيمة البار عشرة أوس خمسة باسكال هي البار فرح يطلع معنا واحد بوينت سفر ترتاش بار وهكذا تحويلات كثير بسيطة هاي الأشياء الأساسية ولما نكون إن شاء الله نشرح في المواضيع في الفصول اللاحقة كل فصل اللي بنحتاج أو بتظهر فيه تحويلات زي هيك رح نتطرقلها بالتفصيل لما نوصلها إن شاء الله إذن هذا يا شباب هو بالنسبة لموضوع اليونتس والتعامل معها إذن اللي احنا عملنا لحد الآن نقشنا موضوع الديمينشنز كيف تأكد المعادلات صحيحة بعد الديمينشنز اتكلمنا شوية عن اليونتس الوحدات والتحويل من وحدة إلى أخرى وشفتنا الوحدات الأساسية في الطول وفي حالة كتلة وفي حالة الزمن والضغط لأنها هاي من الأشياء الأساسية تمام قبل ما ننتقل للمحور التالي في مقدمتنا خلينا نوقد هيك مثال شوي يعني فيه شوية صعوبة على موضوع الديمينشنز على الجزء اللي احنا خلصناه لحد الآن لنفطرض مثلا بيحكي لي أنه الأكسلريشن على سبيل المثال بتناسب مع ر ر هي الطول للقوة N والسرعة للقوة M المطلوب في السؤال يعني تخيلوا هيك شكل عام التسارع بتناسب مع ر قوة N وفي قوة M فايند إيش فايند قيمة الر قيمة الـ N عفوا وقيمة الـ M بحيث تضع المعادلة هاي صحيحة هلا إحنا بنعرف إنه إشارة التناسب حتى تتحول لإشارة مساواة لازم أضرب بثابت اسمه ثابت التناسب ما نسميه مثلاً C في R قوة N في V قوة M فالA هي C ضرب R قوة N ضرب B قوة M تمام الآن عشان نعرف قيمة الـ N والM أنا بعرف أنه الـ R هي طول والV هي Speed أو Velocity شو رح بعمل رح بشتغل عن موضوع الـ Dimensions فالـ Dimensions للـ Acceleration زي ما شفنا في البداية في أول صفحة كان هو L على T تربيل الآن هاي بنا نفصلها رح تصير بهذا الشكل أي ثابت ثابت تناسب ما فيه إلى وحدة إذن هاي رح تروح ما فيه إلى هايشي الآن R R هي عبارة عن L R الـ Dimensions ها هو L رح تكون L بس أنا عندي هون أس N فرح تصير L أس N بهذا الشكل ضرب الـ Speed أو الـ Velocity السرعة الـ Dimensions هو L طول على Time L على T لكن كله إيش قوة M قوة M فلما نفك نوزع الأس على البصر والمقام رح نحصل على ما يلي L على T تربيع تساوي L قوة M في L قوة M على T قوة M طبعا إحنا بنعرف لأنه الأساس هون نفسه فالأسس تجمع مع بعضها البعض في حالة الضرب فرح تصير هاي بتساوي L قوة M زائد M نجمع الأسس مقسوم على T قس M هذا المقدار اللي هون حصلنا عليه متى؟ حصلنا عليه لما عوضنا الـ Dimensions استاعت الـ R والـ V وأخذنا الأسس تاعتهم فطلع معي هاي النتيجة لكن ننتبه أن الطرف اللي هون هو L على T تربيع وأنا بعرف أنه هاي إشارة مساواة فلاس من الطرف اللي شمال يساوي الطرف اليمين معنى ذلك L على المقسوم على T تربيع تساوي L N زائد M على T قوة M الآن بدي أساوي المقام بالمقام إن هون اللي هون T هون إلا هون T بس تنتج من ذلك إنه M رح تكون قيمتها بتساوي 2 M ليست الماس هي مجرد رمز لرقم إنه M أرقام هيك أبتر يعني أرقام عشوائية من مقارنة T مقارنة شباب T مع T في هون أس 2 هون أس M التنتين في المقام إذن M لازم تساوي كم لازم تساوي 2 إذن عرفنا إنه M قيمتها 2 ممتاز الآن أيضا بقارن L مع L L في البسط L في البسط فما مغير إشارات الأسس لهم الأس تعال L لما يكون ما فيه أس يعني الأس قيمته 1 فلازم الطرف الشمال يساوي الطرف اليمين من حيث الأسس لأنه هون الأساس نفسه فالأسس متساوية إنه في بينهم إشارة مساواة إذن هاي الواحد اللي هون تساوي N زائد M 1 يساوي N زائد M لكن اللي نعرفناها بتساوي 2 فصف عندي 1 يساوي N زائد 2 انقل الاثنين على الطرف الثاني إذن N ستطلع N ستطلع بتساوي 1-2 يعني سالب 1 إذن قيمة الـ N هي سالب 1 M2 و N سالب 1 لو رجعنا على المسألة الأصلية R اللي هي طول وحدتها هي سالب 1 القيمة الـ N هي سالب 1 والسرعة اللي هي طول على time رح تكون أس 2 يعني كأنه A الـ Acceleration بساوي C اللي هو ثابت ما بهمني شو هو حاليا ضرب الطول S اللي هي R يعني S سالب 1 ضرب V اللي هي السرعة S M اللي هي 2 يعني بقدر أكتبها A تساوي ثابت في V تربيع مقسومة على R V تربيع مقسومة على R هيك بكتب الجواب بالشكل النهائي أو بالصيغة النهية إلو أوكي بعد ما أعجدنا أنه M كتبنا A علاقة حقيقية بينه بين V بين R بهذا الشكل أوكي خلينا الشباب الآن نذكركم شوي في إشي اسمه prefix prefix أو البادئات بيسموها بالعربي وهي عبارة عن اختصارات للأرقام اللي هي من مضاعفات العشرة أو أزاء العشرة كيف هلأ إحنا بنعرف أنه مثلا العشرة وستلات اللي هي بيسموها كيلو ورمزها K عشرة وستلات طبعا اللي هي أش بتسوي فعليا اللي هي برعان ألف عشرة وستة اللي هي ميجا اللي هي المليون العشرة وستسعة ست أصفار لأنه هون ستة اللي هي بيسموها الجيجا اللي هي تسع أصفار هذا بالنسبة للأسس الموجبة طبعا التيرا عشرة قصة 12 وهكذا التيرا استخدامها قليل هنروح على الأسس السالبة أكتر أسس سالب مشهور هو العشرة أسس سالب 10 أسس سالب 2 يسموها الصانتي الرمز ساعة وسي الصانتي معناها 1 على 100 فهذا يفسر الأسس السالب شو عمل الشباب الأسس السالب لو كانت 10 أسس موجة بـ 2 هي رح تكون 100 10 أسس سالب 2 صارت 1 على 100 بيقلب الرقم 1 على 100 10 أسس سالب 3 أيضا هي تير مشهور اللي هي الملي رمز ساحة m سمول اللي هي 1 على 10 أسس سالب 1 على 1000 10 أسس سالب اللي هي 1000 10 أسس سالب 3 يعني 1 بال1000 رقم كثير صغير 1000 جيب 1 متر مثلا أو ثانية واحدة أو دينار أي شي وحدة واحدة وقسمه لألف جزء هذا الجزء الواحد اسمه ملي اسمه ملي اللي هو هيك بنكتب 1 بال1000 فكأنه الأسس السالب معناها أنه في عندي بوينت في عندي فاصلة والرقم بيورجيني كم عرض الخنات اللي بعد الفاصلة فانا عندي 10 أسس سالب 3 يعني فيه ثلاث خنات بعد الفاصلة اللي هون بينما الأسس الموجب ما في فاصلة أصلا بيورجيني هو قاعد عرض الأصفار الموجودة عندي في السؤال فلما أضرب بكيلو يعني بضرب بألف يعني بضرب بثلاث أصفار بزيدها هون لا صفر 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 عفوا فاصلة يعني صفرين بعدين واحد المايكرو على سبيل المثال 10 السالب 6 يسمى مايكرو مايكرو الرمز تاعه زي حرف اليو بس فيه له دلبة من هون ميو اسم هذا الحرف مايكرو قيمة المايكرو هي واحد على مليون خمس أصفار وواحد لا مش هنكمل كتابة زي هيك بس الرموز بعد المايكرو بيجينا بيجينا 10 السالب 9 اللي هي النانو والرمز تاحها إن سمول و 10 السالب 12 هي البيكو والرمز تاحها الرمز تاحها هو البي هاي بيسموها البريفيكس مادئات اللي بتيجي قبل الوحدات الملاحظة المهمة شباب الآن مهمة جدا إن هاي البريفيكس ليست يونيتس ليست وحدات ليست وحدات هي عبارة عن أرقام هي اختصارات للأرقام فالمايكرو باختصار لهذا الرقم بس مش أكثر لأنه بالعربي بنسميه واحد بالمليون بالانجليزي بنسميه ون أوف مليون بالهندي إله اسم ثاني فاتفقوا إنه المايكرو يكون مصطلح عالمي الكل بيعرفه واحد بالمليون معناها تمام الشياء اللي نازم نعرفها عن هاي البريفيكس أول إشي كيف نتعمل محا لما تمر معنا في السؤال فمثلا لو أجاني سؤال كالتالي سؤال بيحكي لي إنه في عندي جسم كثافته الرو أربعة كيلو جرام لكل متر مكعب على سبيل المثال وطلب مني أحول هاي الكمية الفيزيائية اللي هي الرو إلا غرام لكل متر مكعب الآن بدوها تصيلي غرام لكل متر مكعب هيك المطلوب إذن والأربعة طبعا زي ما هي شو صفعنا الزيادة هون الكيلو كيلو جرام باجي بحكي الكيلو هي إيش بالأصل الكيلو هي عشرة وسثلاث هي ألف يعني عشرة وسثلاث فمكان حرف الكي اللي هي كلمة كيلو بعوض عشرة وسثلاث وبصير ضرب عشرة وسثلاث غرام لكل متر مكعب أربع تلف مثلا أجا واحد بيحكي لي أنه التردد اللي هو الفريكونسي F بيساوي 12 ميجا هيرتز وطلب مني أعبر عن هذه الوحدة بالهيرتز أو مثلا كان فيه قانون أنا بدي أستخدم الفريكونسي فيه التردد لكن نحن نعرف أنه لما نعوض أي كمية فيزيئية في القوانين لازم تكون بالوحدة الأساسية الوحدة الأساسية لقياس التردد هي الهيرتز ولذلك الميجا هون هي اختصار لكلمة مليون يعني هي 12 مليون بس مش منطق نكتب 12 وجنبها 6 أصفار فعبر عنها بـ 12 ميجا 12 ميجا هيرتز اللي أنا منعوضها في المعادلة لازم تكون بوحدة هيرتز ولازم أحول الميجا للرقم تباحها فمنحكي 12 الميجا هي عبارة عن 10 أس 6 10 أس 6 اللي هي الميجا فبصير 12 ضرب 10 أس 6 هيرتز إذن العملية بسيطة مثلا Q اللي هي charge الشحنة الشحنة بتساوي 4 مايكرو كولوم لما العوض Q بالقوانين لازم تكون بوحدة كولوم وبالتالي الميكرو لازم أرجحها لأصلها قبل الاختصار الميكرو يا شباب هو 10 أس سالب 6 إذن هاي اش بتصير بتصير بتساوي 4 ضرب 10 أس سالب 6 اللي هي كلمة مايكرو والوحدة كولوم تنزل زي ما هي ولذلك منلاحظ أنه البادئات ليست وحدات يعني كلمة 10 أس سالب 6 هي عبارة عن رقم رقم بيجي مع الوحدة الوحدة هي كولوم الكولوم هي وحدة قياس الشحنة بس الميكرو ليس وحدة الميكرو عبارة عن اختصار لرقم اختصار للواحد بالمليون مش أكثر من هيك طبعا مثلا أجي واحد حكال إنه المسافة بين نقطتين بتساوي 3 ميلي متر المسافة الوحدتها الأساسية هي المتر فالميلي ليست وحدة الميلي هي بريفكس بيجي قبل الوحدة هاي ولذلك راح تصير 3 ضرب ايش هو الميلي؟ الميلي هو 10 أس سالب 3 هذا هو الميلي الميلي هو 10 أس سالب 3 متر السانتي مثلا البعد بين نقطتين ايضا او طول الجسم معين 11 سانتي متر السانتي نفسه ايش هو السانتي هو 10 أس سالب 2 10 أس سالب 2 طبعا نضرب الرقم نفسه لـ 11 رقم ما بتغير بس عبطا ما كان السانتي 10 أس سالب 2 والوحدة بتنزل زي ما هي اللي هي متر اذا ايش منلاحظ شباب؟ منلاحظ انه الوحدات احيانا بتكون معها بريفكس قبلها بعوض قيمة البريفكس زي ما هو والوحدة تبقى كما هي الوحدة بتضلها زي ما هي وما بتتغير الان لو كان في عندي طلب مني في السؤال انني احول او احتشت اني في المسألة مثلا انتقل من بادئة الى بادئة اخرى يعني مثلا كان معطيني على سبيل المثال انه Q قيمة الشحنة بتساوي 12 نانو كولوم وطلب مني اني اعبر عنها بوحدة مثلا مش نانو كولوم بوحدة بيكو كولوم بيكو كولوم الان شو بنعمل في هاي الحالة؟ باجي بأكتب 12 النانو هي فعليا 10 أس سالب 9 النانو هي 10 أس سالب 9 بوحدة بيكو كولوم الان انا بدي ان الجواب يكون بوحدة بيكو كولوم البيكو هي 10 أس سالب 12 على سبيل المثال فشو بو رح بعمل انا باجي بحكي 12 ضرب 10 أس سالب 9 اللي هي الرقم الموجود عندي انا في المسألة ضرب الكولوم هيها زي ما هي بخليها وشو بنضيف هون بنضيف بيكو بنقسم على بيكو الان لما انا عندي مقدار ومع وحدته وضربنا ببيكو وقسمنا على بيكو هل بتغير اشي؟ ما رح يتغير لان تع انا بحتاج انها تظهر معي اللي انا بحتاج الى تظهر معي تبقى هو البيكو في الوصف والبيكو في الوصف بس يلغف مكام للقييمات فنحن نقوم بقيمة 12 ضرب 10 أس سالب 9 بيكو كولوم بس البيكو الذي في المقام نعود قيمتها كم قيمة البيكو هذه؟ هي 10 أس سالب 12 هذه البيكو 10 أس سالب 12 وفيه بيكو في البسط يعني يترض يلغو بعض ويرجع المقدار زي ما كان بس أنا حريص أن البيكو تظهر الآن عشان نصل على الجواب النهائي القاعدة بتحكيلنا لأن الأس إذا كان في المقام ونقلته على البسط أو إذا كان في البسط ونقلته على المقام بغير إشارته فبصير 12 ضرب 10 أس سالب 9 على سبيل المثال الأس لما أرفع فوق رح يصير 10 أس موجب 12 بيكو كولوم لأنه جمعنا الأسين مع بعض لأنه في حالة تضرب تجمع الأسس فرح يصير عندي سالب 9 مع موجب 12 ورح يصفي عندي موجب 3 فرح يطلع 12 ضرب 10 أس 3 بيكو كولوم إذن 12 نانو كولوم هي 12 ألف 12 أس 3 بيكو كولوم فلو كان فيه هون فراغ بنا نعبيه رح يكون 12 ضرب 10 أس 3 هيك بحول من بادية إلى بادية أخرى مهما كانت البادية نأخذ مسألة أخرى على هذا الموضوع مثلا القوة تساوي 20 كيلو نيوتن كيلو كيلو هيرتز كيلو سكند أي شيء نقدر نحط معها كلمة كيلو كيلو معناها ألف وهي ليست وحدة ولذلك أي وحدة في الدنيا نيوتن أو غيرها بتيجي معها البادية هي كيلو أو غيرها أي بادية بنيها بدنا نحول 20 كيلو نيوتن مثلا لرقم هون بس بديها تصير على سبيل المثال بالمايكرو نيوتن كم 20 كيلو نيوتن كم مايكرو نيوتن كيف التحويل بصير طيب الآن نحكي 20 كيلو نيوتن تتفصل كالتالي 20 بنزلها زي ما هي كلمة كيلو بعود قيمتها الكيلو هي 10 أس 3 يعني ألف فبكتب 10 أس 3 نيوتن إذن أنا شو عملت هون بس عبطة مكان الكيلو 10 أس 3 بعدين هاي 20 وهي 10 أس 3 وهي كلمة نيوتن إيش هي البادية اللي أنا بدي أضيفها اللي بدي الجواب يطلع فيها البادية بدها تكون مايكرو فبضيف هون مايكرو وتحت منضيف هون مايكرو التنتين عشان ما يتغير الرقم لأنه إذا ضفت مايكرو في البسطة حالها كإن ضربت العدد برقم تاني فراح يكون هذا جواب مختلف أنا بدي المقدار اللي عندي ما يتغير فبدي أضربه بواحد الواحد هذا كيف؟ مايكرو على مايكرو اثنين على اثنين سبعة على سبعة ما بتغير إشي المايكرو اللي في البسط بديها تضلها زي ما هي مايكرو عشان تطلع مع الجواب تطلع بالصورة النهية للناتج المايكرو في المقام لا بدأت تدخل مع الرقم اللي هون فبعوض قيمة المايكرو اللي في المقام فبصير 20 ضرب 10 أس 3 مايكرو نيوتن على المايكرو اللي تحت هي 10 أس سالب 6 10 أس سالب 6 لما ننقل هذا الأس للبسط رح يصير إشارته بدل سالب إشارة موجبة وبالتالي رح نحصل على 20 ضرب 10 أس 3 ضرب 10 أس 6 مايكرو نيوتن الآن في حالة تضرب تجمع الأسس فرح نحصل على 20 ضرب 10 أس 3 مع 6 9 مايكرو نيوتن إذن يا شباب 20 كيلو نيوتن هي نفسها 20 ضرب 10 أس 9 يعني مليار مايكرو نيوتن 20 كيلو هي 20 مليار مايكرو أوكي هاي يا شباب هي طريق التحويل البادئات لبعضها الآن خلينا شوي نتكلم عن موضوع الأسس الباور بسموها يعني مثلا 10 to the power 2 يعني 10 أس 2 الأسس بالعراب نعطيكم زي مراجعة سريعة لها وبعض القواعد المتعلقة فيها وكيف نحول الأسس أو نحرك الفواصل وهكذا على سبيل المثال نبدأ بالقاعدة البسيطة التالية 10 أس 0 10 أس 0 أي رقم في الدنيا أس 0 الجواب هو 1 إلا الصفر صفر أس 0 هاي كمية غير معرفة أما 10 أس 0 فالناتج هو 1 طبعا أنا في حالة الأسس هون مش رح أتعمل مع الأساس غير العشرة دائما الرقم اللي تحت هون مثلا بي هذا اللي هون بسموه الأساس اللي هو الباس هذا بسموه الأس اللي هو الباور الأساس والأس الأساس والأس فلما نحكي مثلا 2 أس 3 ف 2 هي الباس والثلاثة هي الأس طبعا هاي معناها 2 ضرب 2 ضرب 2 2 في نفسها 3 مرة زي ما إحنا عارفين زي ما خذناها وإحنا صغر كباس كأساس أنا ما رح أتعمل إلا مع العشرة فقط غير العشرة مش هنشتغل لأنه الهدف من الأسس هون هو فقط قضية تحريك الفاصلة أو التعبير عن الأصفار والأرقام اللي إلها الأصفار هي العشرة عشرة عشرة أس 2 يعني مية ألف عشرة تلاف أو واحد بالعشرة واحد بالمية واحد بالألف وهكذا بنعبر عنها دائما بعشرة أس كذا فخلي شغلنا بس على العشرة من تحت مش أي رقم تاني يعني هذا اللي هون ما بيهمني أنا أوكي عشرة أس صفر هي واحد طب أي رقم عشرة أس واحد مثلا إذا كان الأس هو واحد عشرة أس واحد يعني الرقم هو نفسه عشرة ولذلك بقدر أي واحد يجعل أي رقم في الدنيا زي هذا الرقم اللي هون ويضربه بعشرة أس صفر عشرة أس صفر يعني واحد ب teachesing以及 أس هي خمسة ضرب أس صفر هي نفسها خمسة ضرب واحد ويساوي خمسة بساوي Christ أو مثلا 3 تساوي 3 ضرب واحد ظرب صفر وهكذا ولذلك بقدر واحد فيكم إذا شاف عشرة بدون أسس بقدر هو يحط لها أس من عنده لي عشرة أس واحد وبتالي بصير بهذا الشكل طيب الآن لو كان في عندي على سبيل المثال رقمين نضربهم مع بعض عشرة أس A ضرب عشرة أس B الناتج رح يكون إذا كان عندي إشارة ضرب والأساس نفسه عشرة عشرة ففي هذه الحالة نجمع الأسين مع بعض يعني رح يصيروا عشرة أس A زائد ب View آشرة أس A زائد ب View طيب لو كان في عندنا الآن قسمة قسمة أسين على بعض عشرة أس A على عشرة أس B في هذه الحالة سننقل الأس اللي في المقام البصد فتصير عشرة أس A ضرب عشرة أس B لكن ما هي تغير إشارته الأس اللي ما هي تغير موقع من المقام البصد أو من البصد المقام تتغير إشارة مباشرة ولذلك بصير بدل B بصير سالب B الآن بعدما صارت العملية ضرب نجمع الأسين مع بعض A لما نجمعها مع الناقص B شو رح يكون الجواب؟ رح يكون الجواب هو 10 أس A ناقص B وكأنه باختصار بقدر نحكي في حالة القسمة نطرح الأس اللي فوق ناقص اللي تحت A ناقص B A ناقص B فمثلا لو كان عندي 10 أس 2 ضرب 10 أس 5 الجواب هو 10 أس 7 10 أس 2 ضرب 10 أس سالب 5 الجواب هو 10 أس سالب 3 2 مع السالب 5 بنشمعها بسالب 3 طب لو كانت 10 أس 2 على 10 أس 5 الآن نطرح الأس اللي في البصط ناقص الأس اللي في المقام فرح سأل 10 أس 2 ناقص 5 10 أس 2 ناقص 5 اللي هي 10 أس سالب 3 وهكذا إذن في حالة إيش القسمة نطرح الأسس طب 10 أس 2 على 10 أس سالب 5 بصير 10 أس 2 ناقص 5 بصير زائد الإشارة يعني 10 أس 7 وهكذا هذا في حالة إيش ضرب قسمة الأرقام أو الأعداد اللي فيه معها أسس الآن لو تكلمنا عن عملية جمع وطرح الأرقام اللي فيها أسس يعني مثلاً حكالي X مضروبة في 10 أس A زائد أو ناقص Y مضروبة في 10 أس A نلاحظ هون أن الأس نفسه مشترك 10 أس A 10 أس A لكن X و Y بيختلفوا عن بعض وبينهم إشارة جمع وطرح في هذه الحالة وفقط إذا كانت الأسس متماثلة الأسس بالأسس متماثلات بقدر أخذ الأس عمل مشترك 10 أس A بضلها زي ما هي ونجمع أو منطرح حسب الإشارة الأرقام اللي معها الأسس X زائد أو ناقص Y إذن عشان نجمع أو نطرح رقمين فيهم أو عددين فيهم أسس لابد أن يكون في عندي الأسس له مشترك بينهم يعني الأساس نفسه والأسس هو نفسه مثلا 2 ضرب 10 أس سالب أربعة ناقص 3 ضرب 10 أس ناقص أربعة هذه العملية بندر نعملها بسهولة لأن الأسس متشابهة فأخذ الرقم مع الرقم 2 ناقص 3 سأعطينا سالب 1 سالب 1 ضرب 10 أس سالب أربعة تمام الآن لو كان في عندي مثلا X زائد ضرب هون الأول 10 أس A زائد أو ناقص Y مضروبة في 10 أس B الأسس مختلفة في هاي الحالة ما بقدر أعمل زيك ما بصير في الضرب لحظة الأسس مختلفة ضرب القسمة الأسس A و B بجمع الأسس أو منطرحها مع بعضه انتهت المشكلة أما في حالة الجمع أو الطرح لا لازم الأس يكون نفسه 10 أس A 10 أس A هون A وهون A سالب أربعة سالب أربعة أما إذا كان الأسس مختلفة فهذا رح يعطي لي ناتج كثيرا